معلومات وجب عليك معرفتها أولاً، الأشخاص الذين سرعان ما تنزل دموعهم في مواقف الحزن والفرح يعتبرون أكثر وفاءً وصدقًا من غيرهم ثانياً، كلما قل عدد الأشخاص الذين تتعامل معهم كلما أصبحت مشاكلك أقل وكلما كان تركيزك أعلى الأشخاص الذين غالباً ما يشعرون بالوحدة هم أكثر عرضة للاستيقاظ من النوم بشكل متكرر طوال الليل مع مرور الزمن، ستدرك أن البعض لا يستحق كل ذلك الاهتمام الذي توليه لهم ثم ستدرك أن الأشخاص الذين يستحقون كل الاهتمام قد هجرتهم منذ البداية وبدون تفكير لن يفهمك إلا اثنان، ألحدهم مر في حالتك؟ والآخر يحبك جدًا أكثر الأشياء إرهاقًا للنفس هو كتمان ما نحن بحاجة لقوله الوجه الجميل لا يعني بالضرورة أن صاحبه يمتلك قلباً جميلة والأخلاق تختلف عن الشكل تكرار سماع الكذب يجعلنا نصدقه، وذلك يسمى الوهم حقيقة ويؤثر بشكل كبير على الإنسان أخيراً، كلما كان الشخص يقرأ أكثر، كلما أصبح يفهم مشاعر الآخرين بسهولة أكثر ويسر دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله